ويعني لأنها سنة الحياة ولأنه دايماً عمر الناس مش بيتقاس بالسنين لكن بيتقاس بحجم الإنجاز والسعادة والرضا اللي عاشها الناس في حياتهم إحنا النهاردة وإحنا في أجواء مبهجة واحتفالية كمان في حالة من الشجن في كتير من مش بس في الأوساط الفنية لكن في أوساط المهتمين بالفن والمحبين للفن بوفاة الفنان القدير الكبير أحمد حلاوة عن عمر نهز 73 عام بعد سراع مع المرض الفنان أحمد حلاوة بحسب الخبر أن حالته الصحية تأثرت على خلفية استبتوا بمضاعفات فيروس كورونا وتوفاه الله اليوم الحاجة الجميلة بقى أنه ما قبل كورونا هذا الرجل الجميل العظيم الحلو واللي ليه نصيب في اسمه عاش حياة إذا نقدر نقول عليها بالمصطلح اللي دايما تقال فول لايف عاش حياة كاملة مليانة يعني من الناس اللي تقول عاش لحد آخر اللحظة موجود على الشاشة موجود بأعمال فنية والنهاردة فرق معايا جدا لو أنا بقرأ عن الأستاذ أحمد حلاوة أنه المسيرة مش بس كانت في الفن وطبعا الأستاذ الفنية كبيرة أحمد حلاوة معروف أنه أكاديمي كبير في المعهد العالي للفن المصرحية لكن مسيرته الفنية بقى عايز أخدكوا في جولة قد إيه وإحنا بنودع شخص نعرف القيمة اللي كانت عايشة في وسطينا الفنين أحمد حلاوة حصل على باكاليروس الهندسة سنة 1969 وشهادة ديبلوم معهد ليوناردو دافانشي للفنون الجميلة تخصص ديكور بعد الهندسة وبعد هذا باكاليروس المعهد العالي للفنون المصرحية تخصص إخراج وتخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة سنة 1973 الخط الأكاديمي في حياته كان مكمل وحصل على ديبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المصرحية تخصص إخراج عام 90 حصل كمان على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المصرحي والسينما ببوخارست في رومانيا سنة 1994 زي ما بقول لحضراتكم الثقل الأكاديمي ده ثروة كانت عايشة في وسطينة وقيمة فنية كبيرة كانت عايشة في وسطينة والحاجة اللي تفرحك أنه ما كانتش قيمة مهملة لكن كانت قيمة مقدرة جدا في عالم الفن والدليل المشاركات العظيمة والمحترمة جدا ليه في 38 فيلم 84 مسلسل خمس مسرحيات فتقدر تقول أنه هذا الرجل عاش حياة كاملة متوازنة ما بين المسيرة الفنية والأكاديمية للفنان الراحل الكبير الأستاذ والدكتور أحمد حلاوة دي حاجة تعزينة في فقد الناس اللي بنحبهم أنهم عايشوا مبسطين وأنهم لحد آخر أيام في حياتهم كانوا في قمة عطاهم كل العزاء لأسرة الفنان الراحل والعائلة الفنية كلها بوفاة الدكتور أحمد حلاوة